معقولة الجمال ده دي اكيد مش مصرية دي اوروبية جمالها مش طبيعي دي كانت بعض تعليقات متابع سوشال ميديا بعد عقد قران الاميرة هندياكون اخر حفيدات محمد علي باشا فاصل جدتها الاميرة فاطمة زهراء حيدر واللي تحول لمتحف للمجوهرات الملكية في اسكندرية حفل الزفاف كان مبهر وخطف قلوبنا كلنا بسبب جمال العروسة اللي خطف قلوب كل المتابعين كمان الاصر كان طحفة معمارية ومليان مجوهرات وطحفة فنية ندرة تعالوا لكوا تفاصيل عقد القران ومين هو زوجها وهتعرفوا تفاصيل الاصر اللي أقيم في حفل الزفاف تابعونا المهندسة هندياكون هي اخر حفيدات محمد علي باشا والي مصر الاسبق واحتفلت بعد قرانها في اسر جدتها الاميرة فاطمة زهراء حيدر واللي تحول لمتحف للمجوهرات الملكية في اسكندرية اعتمدت هند في اطلالتها على فستان ناعم من ستان مع اكمام شفافة طويلة وابقوا ماشفة فيت السكر بنفس اللون واختارت تسريحة شعر بسيطة وموجة وكملت اطلالتها النعمة باكساسوريز راقية وانيقة وارتدى العريس وهو المهندس مؤمن علي احمد ابراهيم بدلة من اللونين الابيض والاسود وببيونة ولحية خفيفة حضر عقد القران عدد كبير من الشخصيات البرزة سياسيا والقيادات التنفيذية وبعض البرلمانيين والاهل والعائلة والاصدقاء وتزينت حديقة الاصر لاستقبال حفل الزفاف واختارت العروس ديكورات بيضة وزينت سلم الاصر ببقات من الورد وزينت كارس الحضور بالطل الابيض وفي المساء وضيقت مشاعر الاصر الداخلية واللي عكست اضاءة صفرة هدية ومريحة على الحديقة وتزينت كمان بلمبات اضافت كتير من اجواء البهجة والفرح على حفل الزفاف المهندسة هند هي خارجة المدارس الفرنسية في اسكندرية سنة 2013 ودرست هندسة عيشت قصة حب طويلة وارتبطت بزملها المهندس مؤمن علي احمد ابراهيم الاميرة فاطمة زهراء حيدر اتجوزت من محمد فاياكن وانجبه ثلاث ابناء فاضل وفايز وفايزة وتمت مصادرة املاك الاميرة فاطمة بعد ثورة يوليو سنة 52 مع سمح لهم بالاقامة في الاصر لحد سنة 63 بعدها تنزلت عن الاصر لصالح الحكومة المصرية وعيشت في القاهرة ورحلت سنة 83 اسر المجوهرات الملكية تم بنائه سنة 1919 في منطقة زيزينيا وامسحته 4185 متر مربع وتم تصميمه طبقا لطراز المباني الاوروبية في القرن 19 كمان تم زخرافة الاصر من الداخل بغحدات فنية مميزة وبيضم المتحف حاليا مجموعة كبيرة من المجوهرات والتحف الدهابية المملوكة اصلا للأسرة العلوية المالكة واللي بتعود لسنة 1805 كمان بيتضمن الاصر تحف ندرة بداية من الامتلكها محمد علي باشا لحد الملك فارو الأول ووضعت الأميرة فاطمة حيدر الحرفين الأولين من اسمها باللغة الإنجليزية FH كتوقيع على العديد من مغتنياتها في أصر المجوهرات الملكية في نهاية اكتبونا في التعليقات رأيكم ايه في جماهل العروسة وايه رأيكم في اطلالتها البسيطة في أصر جدتها